سؤال تاني معانا أخت فاضلة بتقول إن عندها زميلة مريضة بتدفع الكتير من المرتب بتاحها عشان تشتري العلاج فهي بتقول أنا عرضت عليها إن أنا أجيب لها جزء من العلاج ده على أساس إنه إن هي بتقول لها إن ده جايلك من مصدر خيري مش من مالها الخاص عشان هي خايفة على مشاعرها فهي بتقول هل أرتكي بوزرا لإن أنا ما قلت لهاش الحقيقة وهل يجوز إن أنا أشتري جزء من العلاج شهريا على سبيل الصدقة بدون علمها على أساس إنه من مصدر خيري يا ستي جزاكي الله سبحانه وتعالى كل خير على هذا الشعور النبيل والتعاون الحاني مع الإخوة والأخوات سواء في العمل سواء في دائرة القرابة سواء في دائرة الجيرة وده من قبيل التعاون على البر والتقوى وإحنا مأمورين بما وفقت أنت إلى القيام به أمرنا بدا في القرآن الكريم وجلنا شبيه هذا السؤال قبل ذلك وقلنا إن ربنا سبحانه وتعالى أمرنا في محكم التنزيل أمر عام وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإتم والعدوان فده من باب التعاون أنا شفت زميلة لي محتاجة وأنا مش عايزة أجرح مشاعرها وعايزة أساعدها لكن من دون إن أنا إعلامها إن أنا اللي بدفع ده من راتبي عشان ما تحسش بإن أنا مثلاً بتعب أو إن هي محرجة قدامي لا حرج عليك شرعاً في إنك تقومي إنك تقدمي المساعدة دي وتقف بالمسندة الحلوة دي لزميلتك اللي محتاجة من غير ما أتعرى فيها بإن المساعدة دي من فلوسك الشخصية لا مانع وبخاصة إذا كان ده من حضرتك حفاظ على مشاعرها ورعاية لكرامتها ونية حضرتك هنا هي الصدقة والإحسان والأمر ده من المستحبات شرعاً يعني من المستحب والمندوع أن يساعد الإنسان وأنه يساعد الإنسان أخيه الإنسان وأن لا يجعل في نفس أخيه الإنسان اللي بيساعده ده شيء من حرج من خجل من إنه يحس إنك أنت بتديله من هذه المساعدة من خلال الطريقة اللي أنت بتقدم بيها المساعدة دي وبرجع أقولي جزاكم الله خيراً على إنك مش بتأدي الصدقة دون رعاية مشاعر اللي قدامك لا ده أنت عملتي صدقة فوق صدقة صدقة فوق صدقة الصدقة اللي هي العطاء لسد احتياجها وصدقة لأنه كله معروف صدقة إنك بتراعي مشاعرها ومدامة زملتك دي محتاجة للمساعدة فهذا أمر يعني يندب إليه الشرع الشريف وزي ما قلت باب وتعلمنا من الفقه إنه باب الصدقة واسع ما بيشترتش في الصدقة ما يشترته في دفع الزكاة فإن أعنتيها من الصدقات بتاعتك فجزاك الله تعالى خيراً وكل معروف صدقة صاحبة السؤال كما علمنا النبي العنان صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً